خلال لقائه مع رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد كما التقى الرئيس السيسي مع الأمير ثميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر حيث أكد سيادته حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن أمير قطر أعرب عن تقديره لتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التباحث مع مصر بما يخدم تطلعات الدولتين خاصة في ضوء الدول الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وقد طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أمير دولة الكويت مثمنا سيادته الدور المهم الذي تلعبه الكويت في المنطقة العربية كما أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء السيد الرئيس وأنقل له تحيات أمير الكويت ومثمنا دور مصر المحوري في حل جميع القضايا العربية والإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة تناول اللقاء مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة موسيقى موسيقى